السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في درس هيا نقرأ الأفكار أن نقرأ الدرس قراءة جهرية ومعبرة هننطق أصوات ذات معنى وهنستخدم مفردات جديدة في الدرس ونتعرف على وطننا وأرض الكرم التي خرجت وخرج منها العلماء والأدباء هيا نقرأ للشاعر أحمد إسماعيل ألف باء تاء ثاء هيا نقرأ يا شيما ألف أبني باء بلدي تاء تعلو نحو المجد هذه بلدي أرض الكرم وطني وطني فوق القمم يتحدث الشاعر هنا عن أهمية العلم وأن وطننا هو الذي علمنا وصدر لنا العلم وبالعلم نبني بلدنا ونحمي بلدنا لأن بلدنا هي أرض الكرم وهي فوق القمم وهي التي نشرت العلم في جميع أنحاء العالم معاني المفردات هيا تعلو بلدي وطني المجد العذة الكلمة والمضاد تعلو تنقفض الكرم البخر أبني أهدم تدريبات أجب عن الأسئلة الأتي ماذا طلب الشاعر من شايماء طلب الشاعر من شايماء أن تقرأ ما الوطن الذي يتحدث عنه الشاعر الوطن الذي يتحدث عنه الشاعر هو بلدي مصر اذكر عنوانا مناسبا للنشيد وطني وطني معنى المجد العزة ومضاد الكرم البوخل أبناء الوطن عامل أمين طبيبة ناجحة استخدم وصل هو أو هي أو هم يبقى نعم هم أبناء الوطن عامل أمين ناخد نعم هو عامل أمين طبيبة ناجحة هي طبيبة ناجحة ملخص الدرس أن نميز بين الأصوات المتقاربة في المخرج نقرأ الدرس قراءة جهرية معبرة ننطق أصوات ذات معنى نستخدم مفردات جديدة نحدد الشخصيات والبيئات للنصوص نميز الكلمات التي نسمعها سؤال مطروك للطالب صل بين الجملة ونوعها وطني مصر أبني وطن هل جملة فعلية ولا جملة إسمية هواصل اختر الصواب من مدن القناة دومياط الإسماعيلية السويس به أهل النوبة يعيشون فيه أصوان مطروح أصيون المدينة الباسيرة هي بورسعيد المنصورة طنط وبكذا نكون قد انتهينا من درسنا على أمل بلقاء قد دلنا البقاء واللقاء معنا فهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته